بسم الله الرحمن الرحيم يارب تكونوا بخير ومبسوطين بالنتيجة وإن شاء الله الترمي التاني يكون أفضل وأفضل رسالتي النهاردة لكل كمية عربي أو لغات أو حتى لو كنت ساينز والغاية دلوقتي لسه محتار وبتفكر إزاي نبدأ نذاكر وإزاي نتعلم بطريقة مختلفة وممتعة مع نظامنا الجديد في طرق التدريس وهو طريقة الخرائط الزهنية والأول مرة منهج الكيميا والساينز بطريقة الخرائط الزهنية وطبعا هعلمك طريقة التابلت وإزاي نذاكر بالتابلت وإزاي نتعلم على التابلت عشان نبعد كل البعد عن الحفظ والطلقين ونوصل للهدف اللي احنا عاوزينه ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يكيلك كل جديد وتعمل شير لزميلك عشان يستفاده وكل مخططاتنا وكل ما لازمنا هتنزل على الفيس صفحتنا مستر حسام ابراهيم ساينز اند كيمستري أو جروب الفيس كيمستري الحسام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعله الصعبة إذا ما جيت سهلة نبدأ بالله تعالى التوفيق معاكم مستر حسام ابراهيم وفي أول حلقة في الترمي التاني إن شاء الله للصف الأول السنوي هنبدأ نشرح بنظامنا الجديد ونظام الخرائط الزهنية كل درس أنا عامله بطريقة الخرائط الزهنية إن شاء الله علشان أنا عاوز الدرس من أول كلمة لآخر كلمة في الدرس يبقى قدام عينك ونطبق عليه مش عاوز مثلا قديك ورق كتير مثلا الدرس مثلا سبعة ورقات تمن ورقات علشان مثلا تذكر لك أول ورقة ورقتين تجي في الورقة رقم ستة أو سبعة تكون نسيت إنت ذكرتي قبل كده لا ده إيه الورق قدامك الدرس قدامك على مثلا كذا جزء أو جزء واحد كل كلام كل الكلام قدامك بمجرد عينك تاخد لقطة تفاكر كل حاجة نبدأ بسم الله إن شاء الله الورقة دي هتلاقوها على صفحة الفيس مستر حسام إبراهيم ساينس عند الكيميستري أو جروب الفيس مستر حسام كيميستري الحسام إن شاء الله كل الانكات دي هتلاقوها في الوصف تحت وبإذن الله هنزلها أول بأول وإن شاء الله يبقى نظام جديد ونظام جميل علينا بإذن الله عاوزك قبل ما تبدأ يبقى معاك ورقة وقلم ولو إنت استلمت التابلت برضو تحطه معاك لإن أنا عرفك النهاردة كام صفحة كده على التابلت عشان باعوزين نمسك درس درس ونشوف التابلت جايب لك إيه التابلت جايب لك إيه في الدرس ده يعني ترى جايب لك فيديوهات معينة آه أنا حصير لك كل الفيديوهات يعني جايب لك الدرس الأولاني فيه كام فيديو وفيه كام لينك وفيه كام يعني يعمل لك كده زي فيهرس للتابلت بإذن الله عشان نبدأ بقى إيه نتعامل ونندمج مع النظام الجديد إن شاء الله ولو إنت استلمت التابلت أو ما استلمتش بعد إذنك لو سمحت تكتب لي فيه الكومنتات تحت تقولي أنا استلمت أو ما استلمتوش عشان أبقى عامل حسابي اللي متابعني هيطار معا التابلت ولا معاوش طيب الدرس الأولاني بيتكلم على الطاقة بسم الله لازم كده بس إيه نفطفط مع بعض شوية كده لازم تبقى عارف إن الطاقة دي هي القدرة على بس للشغل الطاقة هي القدرة على بس للشغل وإنت عارف إن الطاقة دي مهمة جدا في حياتنا ما نقدرش ما نعملش حاجة من غيرها مسؤولة عن حاجات كتير عندك الطاقة سور متعددة يعني عندك الطاقة دي سور متعددة لها سور أكتر من صورة فيه طاقة كيميائية طاقة قهربائية طاقة صوتية طاقة ضوئية كلام أنا بدردش في معاك طيب وفيه حاجة اسمها قانون بقاء الطاقة يعني إيه قانون بقاء الطاقة لازم تبقى فاهم إن الطاقة دي إنت ما تقدرش تخلقها ولا إنك تقدر تدمرها أم لا عمل إيه الطاقة دي ربنا خلقها لك يا ربنا خلق لك الطاقة إنت مش إنت اللي هتخلق طاقة ولا إنك هتدمر طاقة مش هنسحة تاني يوم الصبح تقولي أنا دمرت لك الطاقة الضوئية أنا دمرت لك الطاقة الصوتية لا إنت الطاقة لا يمكن إن أنت تستحدثها يعني تكونها ولا تفنيها يعني تنفيها كده يعني تفنى يعني ما بتتدمرش يبقى الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن يمكن تحولها من سورة لأخرى يعني أقدر أحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية عن طريق مثلا المسباح الكهربي ممكن أحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية زي الراديو وهكذا جلام جميل قوي كلام بفوش أي مشاكل طيب نبدأ بسم الله يلا بقى نرسم رسمتنا قلمك معايا وارسم يعني عاوزك تعيش اللحظة بقى الدرس بيتكلم على حاجة اسمها علم الديناميكا الحرارية أنا أشغبط بس مع بعض كده عشان نعرف هنيوصل لإيه علم الديناميكا الحرارية مستر يعني مستر علم الديناميكا الحرارية ده قال لك علم الديناميكا الحرارية هو العلم اللي بيختص بحاجة اسمها الطاقة بيختص بلايه بالطاقة ايه ده مستر الطاقة ما أنا لسه أقيل الطاقة هي الكدرة على بازل شغل الطاقة مهمة في حياتنا الطاقة ما قدرش أفنيها ولا استحدثها من العدم والكلام ده كله طيب يا مستر علم الديناميكا الحرارية اللي بيختص بكل حاجة بالطاقة وكيفية انتقالها وتحولها والكلام ده كله عاوز مني ايه فيها عاوز حاجة فرع منها اسمه الفرع ده اسمه علم الكيميا الحرارية اسمه ايه علم الكيميا الحرارية الله ويا علم الكيميا الحرارية ده كمان اقولك هو فرع من فروع علم الديناميكا الحرارية بيختص بيهتم يعني بدراسة التغيرات اكيد التغيرات الايه جدع التغيرات الحرارية طب يا طرى التغيرات الحرارية دي بتبقى مصاحبة الايه اكيد يا مستر طالما كيميا يبقى اكيد يا مستر التفاعلات جدع يبقى بدراسة التغيرات الحرارية المصاحبة للتفاعلات طب وانت مش عارف ان التفاعلات دي نوعين عندك تفاعلات كيميائية وتفاعلات فيزيائية كلام جامل يا مستر بس من النابي مش فاهم مش فاهم انا يعني ايه التغيرات كيميائية وفيزيائية بص يا سيدي لازم تبقى عارف كده مبدئيا نبدأ من السفر خالص ان في حاجة اسمها تغير كيميائي وتغير فيزيائي التغير الفيزيائي هو التغير في الشكل بس بمعنى بطحن مكعب السكر الى بودر سكر يا ترى ده غيرت في تركيب السكر ولا هو هو سكر هو هو سكر يا مستر يبقى اذا يبقى ده اسمه تغير فيزيائي قلبت الملح في المياه تغير فيزيائي اطعت الورقة تغير فيزيائي لان هي زدلت زي ما هي ورقة يبقى ده اسمه تغير فيزيائي انما التغير الكيميائي بغير في الشكل والتركيب بمعنى بحرق الورقة معنى حرقت الورقة يبقى انت كونت مادة جديدة وطالما كونت مادة جديدة يعني غيرتي في تركيب المادة بتغير كيميائي طبعا مستر هو فيه شوية كلمات كده افهم منها قالك تلات كلمات للكيميائية وكالت تلات كلمات فيزيائية يعني ايه? على قد ما اقدر احاولت اجمع لك انا كلمات وفيه كلمات كتير برضي. عندك كلمة اتحاد يعني اتحاد عنصر مع عنصر. كلمة زي اجسادة اجسادة الحديد صدق الحديد تغير كيميائي تفاعل كيميائي وكلمة تفاعل. يبقى اي تلت كلمات من دول يبقى يديني تغير كيميائي. الفيزيائي زوبان. طحن. خلط. ما فيش اي مشاكل. يبقى التغير الفيزيائي واتغير كيميائي. لبقى لك احنا هو ماشيين بالخريطة بتاعتنا هو بنرسل. طب امستر احنا خلاص اتفقنا ان في حاجة اسمها علم الكيميا الحرارية وعرفت ان فيه بيدرس التغيرات الحرارية. انت عاوز ايه في علم الكيميا الحرارية دي? اقول لك انا عاوز منك اربع حاجات. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربع. يبقى انا عاوز كم منك كم حاجة. عاوز منك اربع حاجات. طبعا انا بس مندردش مع بعض الورقة هتلاقيها على النت مظبوطة وكل حاجة. انقلها في ورقة عندك. وزبط كدك انك كشكول في الكيميا. نظم وقتك بقى. نظم حالك. عاوزك في كل مادة تعمل كشكول. كشكول الكيميا كشكول الفيزياء كشكول الانجليش الكلام ده كله. كيميا اكتب يبقى كشكول الكيميا. اسمك احمد يبقى كشكول الكيميا. يا مثلا احمد في الكيميا. اعمل كده لنفسك بريستيج. امسك كشكولك. مثلا الكيميا اكتب الملحظات. في سؤال عجبني كده وانا بحل. لا انقله واكتبه في الكشكول عشان لما اجي راجع اراجع على الاسئلة دي. ماشي. قال لك انا عاوز اعلمك اربع حاجات. واحد. حاجة اسمها التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي. تاني حاجة. الحرارة. تالت حاجة. الحرارة النوعية. رابع حاجة. قانون الديناميكا الحرارية. قانون الديناميكا الحرارية. بمجرد ان احنا نخلص الاربع حاجات دول انت خلصت تمانين فيلمية من الدرس. بص بقى كده والافكار اهي. الدرس افكاره قدام عينك. اتفاعل الكيميائي مستر عاوز تقول لي فيه ايه? عاوز اقول لك فيه تلات حاجات. واحد اتنين تلات. الله 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 ركز. واحد حاجة اسمها النظام. وجامعها النظم. والنظام ده عاوزك بتاعرف ان فيه حاجة اسمها حدود النظام. وتالت حاجة اسمها وسط المحيط. الوسط المحيط. مستر مش فاهم. بص كده معي. قال لك النظام ده هو اي جزء من الكون. اي جزء من الكون بيبقى تحت موضع الدراسة. عارف لو كباية الشاي. ممكن تقول على ده نظام. لان ده موضع دراسة. ممكن تقول هي بردت ولا سخنت ولا ترى فيها ايه وايه وايه. يبقى ده موضع دراسة. هقول عليه نظام. تعرف ان اكبر حاجة الكون ده كله يعتبر نظام لانه موضع دراسة. وبيحصل فيه تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. كلام جميل. الغرفة الاودة اللي انت فيها ده اسمه نظام. لان بيحصل فيها تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. وموضع للدراسة. فيها هوا. بيحصل فيها اتحاد في المسلا للغازات مع بعضها. والكلام ده كله يبقى ده اسمه نظام. طب يا ترى النظام ده مستر ليه انواع? اه طبعا ليه انواع? ليه تلات انواع. فيه نظام مفتوح. فيه نظام نقبر القلم شوية. نظام مفتوح. وفيه نظام معزول. وفيه نظام مغلق. مفتوح ومغلق ومعزول. مستر لو فاهمتني يعني عاوز افهم التلاتة دول ايه الفرق ما بينهم? قال لك النظام المفتوح بالبلد كده كباية الشاي. او كباية الشاي عملتها. لقيت ان الكباية هي محطوطة على الترابيزة. ده اسمه نظام مفتوح. ليه مفتوح? لان انت الكباية دي مش هتبرد كمان شوية. يبقى حصل تبادل للطاقة الحرارية. عرفة الطاقة الحرارية تخرج. طيب. يا طرى مش ممكن يحصل لها نوع من التكسف ولو بسيط يبقى المادة كمان بيحصل لها بخار شوية بخار يطلعوا يبقى يحصل تكسف للمادة. يبقى ازا المادة خرجت والطاقة خرجت هسميه نظام ايه مفتوح. طب بص كده لبعد. النظام المغلق هاتكب باية الشاي وحط عليها طبقة. يبقى الطاقة بس اللي هتخرج انما المادة الماية اللي جواها مش هتتكسف يبقى. يبقى لو حصل اي تخرج للبخار لأ هيردل زي ما هو في النظام. يبقى ده اسمه نظام مغلق. طب النظام المعزول. اقول لك بابوسي بها النظام المعزول ترمس الشاي. جوال ايه? الماية. وجواه الطاقة الحرارية. ويخل الطاقة ايه? خلي الترمس سخر مسلا تخرج ولا حاجة خرجين? بتلاقي الترمس معك الشاي سخر معك. يبقى ولا حدا استبادل في الطاقة ولا في المادة. يبقى اسمه نظام معزول. هنطبق دلوقتي بازن الله. طيب. ايه هو حدود النظام? ايه هو حدود النظام? اللي هي كباية الشاي? مش انت كباية الشاي بتاعتك. كباية الشاي ايه? مش دي الكباية يا حدود النظام اللي جوه? اه يبقى خلاص حدود النظام انا فهمته. طيب. ايه الوسط المحيط? حطيت لك كباية الشاي في الاوضة. الكباية حدود النظام. الاوضة الوسط المحيط اللي بيحدث فيه تبادل للطاقة منها واليها. بمعنى انت كباية الشاي مش التاقة بتخرج من كباية الشاي بتروح فين? مش بتروح للقوضة? يعني بيحصل تبادل في الطاقة. يبقى هو ده الوسط المحيط اللي بيحيط بالايه? بالنظام. وبيحيط بايه? بحدود النظام. كلام جميل اوي. يبقى وسط المحيط هو الحيزة المحيط بالنظام والذي يمكن ان يتبادل معه ايه وايه? يتبادل مع المادة والطاقة. طيب. فهمنا التفاعل الكيميائي? ما فيوش اي حاجة. الحرارة. الحرارة والحرارة النوعية اللي اتنين دول هعمل لهم. يا اما فيديو تاني على حسب الفيديو ده لو طول معايا او ما طولش مش عاوز اطول في كل فيديو. هعملهم في ورقة تانية في 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 فيديو تاني. الحرارة والحرارة نوعية مع بعض. نخش على قانون الديناميكا الحرارية. قانون الديناميكا الحرارية. بص كده معايا. قال لك ايه بص انا هرسم لك راس ما حلو قوي. ادي برميل في طاق. ادي بربيل برميل في طاق. البرميل ده متوصل ببرميل تاني. اهو. فيه كمان طاقة. خلاص? الطاقة اللي بتخرج من هنا بتصب هنا. اللي بتخرج من هنا بتصب هنا. لو هنا خمسين. تمام? يبقى هنا في كم? هي برضو نفس المعايرة خمسين بتروح. يعني اللي اتنين مع بعض طاقة كلية. بيقول لك ايه قانون الديناميكا? ان الطاقة الكلية لأي نزام معزول. الله الله تحت بقى خطين حمر كده تحت كلمة ايه? نزام معزول. يعني ايه نزام معزول? يعني ولا اقدر ابد الطاقة ولا اقدر ابد المادة. ولا مادة بتخرج ولا الطاقة بتخرج. تظل سبتة حتى ولو تغير النزام من صورة الى ايه? الى اخرى. يبقى هنا لو تغير هنا في الطاقة دلتا ايه? يعني الحرارة بتتغير. الطاقة الانرجي بتتغير. يبقى برضو هنا. يبقى برضو هنا هيحصل تغير في الطاقة. ولكن بعكس الاشارة يعني الوسط المحيط بيحصل تبادل. يبقى هنا الطاقة هنا. بتروح هنا. الطاقة دي بتروح هنا. بس كلها مجموحة واحد ما بتتغيرش. هو ده اسمه قانون الديناميكا الحرارية لاي نظام للنزام المعزول. كلام جميل. وبرده بس كده هقولها تاني. حاسس بيك اسبر. قانون الديناميكا الحرارية. لو جيت انا قلت لك ان البرميل ده اسمه النزام. بلاش بلاش النزام والكلام ده كله تعال كوباية الشاي هي. وده الاوضة بتاعتك. تمام? كوباية الشاي دي مش هتطلع طاقة. الطاقة دي هتروح فين? للنزام. صح الكلام? اه. طب لو في مادة هنا. مش المادة دي بتروح للنزام? بتروح للوسط المحيط? ادي الوسط المحيط اللي هي الاوضة. ودي النزام. النزام فقط طاقة. مش هتروح للوسط المحيط? اه. طيب. طب فقط مادة. مش المادة دي هتروح للوسط المحيط? تمام. يبقى ازا اي تغير في النزام? هيسحبه تغير فين? في الوسط المحيط. لان انت لو هنا الكوباية الشاي سخنة اكيد الحاجة حواليها هتحس بدفع هتحس بالدفاية موجودة مش بتحصل تبادل في الطاقة فتلاقي ان الاودم الدفاية ليه لان حصل تغير في النزام حدس عنه تغير في الوسط المحيط يبقى التغير اللي هنا هيساوي التغير اللي هنا بمعنى طلعت طاقة هنا خمسة يبقى الوسط المحيط هيكتسب طاقة خمسة هو ده القانون الديناميكا الحرارية الطاقة الكلية لاي نظام معزول تظل سبتة حتى ولو تغير النزام من صورة الى اخرى تعالى كده المسال ده نحلو بص المسال ده بيقول لك الاشكال التلاتة تمثل سلاسة انظمة مختلفة صنفها مع التعليل يا ترى ايه ده بس بس بيقول لك سامي داخل طالع وداخل ايه بدا ده مستر نزامي اللي بيحدث فيه تبادل في الطاقة فقط لانه متغطي من فوق يبقى دسمو نزام مغلق لانه بيسمح بتبادل الحرارة بس التاقة بس طب اللي بعده ده نزام ده ايه ده ايه ده ده متغلب دسمو نزام معزول لا يسمح بتبادل الطاقة ولا المد تبص بقى مفتوح والطاقة عملا تخرج وتطلع يبقى دسمو نزام مفتوح بيسمح بتبادل الطاقة والمدة مع الوسط Chong محيط. في حسن الختام. يا رب يكون فيديو لزيز كده ولطيف والمنهج سهل ان شاء الله السنة دي بازن الله. بس خلي بالك خلي بالك. التابلت. اكتب عندك اكتب عندك المعلومة دي. التابلت ده فيه بالزبط الدرس الاولاني. الدرس الاولاني. الباب التالت اللي احنا فيه ده. آآ في فيديو اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. ست فيديوهات على الدرس ده في منتهى الجمال. والله العظيم في منتهى الجمال والروعة. بص كمان عازو اقول لك على حاجة. بص الدرس بتاعنا. اهو. من الالف لليه اه? علم الديناميكا الحرارية العلم الذي اختص في دراسة الطاقة. وعلم الكمية الحرارية عندك تفاعلات كيميائية وتفاعلات فيزيائية. خلي بالك عاوز عرصو على اربع حاجات. ايه هما. ايه الحاجات اللي عازين نعرفها? التفاعل الكيميائي والحرارة والحرارة النوعية والقانون الاول للديناميكا الحرارية. ادي النظام بيسب في الوسط المحيط. بس كل اهو الجزء ده كله قدام عينك في الورقة. الجزء التاني اللي هو عين من الديناميكا الحرارية هتكلم على الحرارة والحرارة النوعية بطريقة برضو عن زبط دنيتنا. وفي اخر حتة بتاعت المساعرات. بست فيديوهات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ست فيديوهات في منتهى الجمال والربع. هقول لك عليهم ان شاء الله هتلاقيني يعملها لك. هوره لك الفيديوهات دي ما كانها فين بالزبط. ولو انت استلمت التابلت او ما استلمتش بلغني علشان عاوز ان ازل فيديو. هقول لك هتتعامل زي مع التابلت. عشان ممكن ادي مسلا واجب. ايه الواجب? الواجب اقول لك خلي بالك الدرس ده مطلوب منك فيديوهين تلاتة اتفرج على الفيديوهات تلات دقايق وعشرين ثانية اربع دقايق اقصى حاجة خمس يا دوبة ديقتين ونص حاجات كده جميلة وفي منتهى الروعة. علشان نسبت المعلومة. توكلنا الله. اشوفكو على خير. ما تنساش تعمل شيء لزميلك. وتعمل لايك. وتفعل زر الجرس. اشوفكو على خير. والسلام عليكم ورحمة الله.